السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تسأل ان الاب انتحر ربي سبحانه وتعالى حرم عن الانتحار الانتحار راه شبيه بالشرك وكأن الانسان لا يرضى بقدر الله تعالى والاحاديث الواردة في الانتحار مخيفة تجعل الانسان انه يبتع للانتحار يصبر يواجه الحياة لكن وقد قضي ما قضي نقول بان هذا المنتحر كان فوق طاقته وفوق طاقتك لا تلام ده بلان هو قد انتحر هل لا يعتبر انه مشرك او انه غير مؤمن غنقول لا هو مؤمن وقع في معصية وبالتالي هو ينتظر الرحمة وينتظر المغفرة واحنا اللي علينا نديره معاه مش نقول جدلو وش هو كذا أو كذا اللي اخص نديره معاه هو انه ندزو اللاكسيو شنه الفعل نقوم به وهو اننا نتقدم له بالدعوات الصالحات والصداقات والمكرمات لعل الله تعالى يرحمه كي تسمى شفاعة الصالحين وشفاعة اولاده وشفاعة زوجته وشفاعة من حوله لانشغال لا ينبغي ان ينصب واشهد المنتحر فقد رحمة الله وطرد من سعة رحمته هذا النقاش لا ينبغي ان ندخل فيه لان الله تعالى هو علم الغيوب الخلق خلق الله والله تعالى رب العباد وهو يفعل ما يشاء نحن شكل عارف احنا اصلا اش من خاتمة نختم بها دي ما كيقول لك اللهم نسألك حسن الخاتمة اختم لنا بلا اله الا الله محمد رسول الله فهد سيده قال اللي يقع الجواب بنتي حبيبة هو ان خس ولاده وبناته وزوجته واخوانه والاقارب دياله كله مدعو معه بالرحمة وخوه منتحر بالرحمة والمغفرة لان المنتحر شكي يقع عليه كي يقع عليه ضيقة وقع عليه سواد كي يقع عليه ما بقاش يشوف الحياة لم يعد فيه قدر على التحمل الله يحفظنا جميعا احنا ضعافة كاملين كنقولوا الله الحمد لله الذي يعافانا مما ابتلى به غيرنا الله يحفظه جميعا هل يعد ابنه اذا دعا له ولاد صالح يدعو له اي نعم يعد ابنه ولاد صالح يدعو له مادم امتدعت الاب المغفرة والرحمة فقسكت كتر بل خاصة للمت منتحر ولاد يضاعفون ويبالغون في الدعوات والصدقات وفي المتلقى او شي وحدين من الصالحين قلن يدعو لنا مع ابنه ولهم الرحمة والمغفرة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله